بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بارت فور جينرال ديزاين كونسبت بنتكلم في الجزئية ديت على طرق التصميم المختلفة في حالة لم أبقى عندي تو وي سلاب فأول طريقة عندنا اللي هي الديريكت ديزاين ميسود ودي إمتى نشتغل عليها لأن فيه assumptions في الطريقة ديت فبنقول إنها limited to the slab system to uniformly distributed loads and supported on equally spaced columns يعني عندي السقف بيبقى فيه الكولمز اللي عندي بتبقى المسافات اللي عندي تبقى متساوية في الاتجاهين أو الفرق في ال spacing لا يزيد عن 20% دي كلمة إن اللوات اللي عندي أو الكولمز بيبقى المسافات بينها متساوية الحاجة التانية إن الحمل العسقف في أي باكية هنا بيبقى uniformly distributed بنقول إنه المسود uses a set of coefficients بنستخدم مجموعة من المعاملات to determine the design moment إن احنا بناخد شريحة والشريحة ديت بنقول فيه load والmoment اللي هنا دي الميزة إنك تقدر تستخدم طريقة ال coefficients علشان تعين قيمة design moment at critical section two-way slab systems that don't meet the limitations of the ACI code 13-61 must be analyzed more accurate procedures يعني أنا لو إيه الشروط دي مش موجودة بحكاية إن اللي سبانز اللي عندي متساوية والload uniformly distributed لازم نشوف طريقة تانية يبقى ديت أول طريقة اللي هي direct design method طب الطريقة التانية اللي هي equivalent frame method ودي بتبقى مفيدة في حالة لو أنا عندي المسافة بين الكولمز مش متساوية يعني هنا الإسبان ده صغير الإسبان ده أكبر شوية لو أنا عندي اللود في المنطقة ديت مختلف عن اللود في الباكة ديت يبقى في الحالة ديت لازم نشتغل على الإكويفلنت frame method ديت عبارة عن ثي ديمنيسية د�ي Dallas series of two-dimensional equivalent frames by cutting the building along lines midway between L columns. The resulting frames are considered separately in the longitudinal and the transfers direction of the building and treated floor by floor. We will set the structure to the structure of the building and the structure of the building. We will use the analysis to get to the moment and to the design.